اشتركوا في القناة هذه الأخبار اللي اختارين لكم اليوم وأولوها سنبدأوا من الاتحاد الأوروبي الأمور اللي واقعة في فرنسا على ما يبدو أنها مضبرة والاتحاد الأوروبي فاق بما يضبر ضد أوروبا ككل فألمانيا هاد المرة هادي كتدخل على الخط من بعد ما كانت زيارة الرئيس الفرنسي لألمانيا وتلغات نظن أن الأوروبيين فهموا أشواق والإعلاميين والنشاطاء ديال الجزائر يحطوا الجالية ديالهم بفرنسا على مواصلة النهب والتخريب كذلك تحدثوا على اجتماع طارئ اللي داروا إيمانويل ماكرون واللي صدر من خلاله تعليمات عاجلة بشأن الاحتجاجات هذا الاجتماع هذا كان في آخر ساعات الليلة ديال الأمس أما بالنسبة للأحزاب اليمينية فأخذت من هذا الموضوع هذا مادة دسمة وبغاد تركب عليه وبدأ وصل الأمر حتى الإسبانيا والحزب فوكس اللي بغا يركب على هاد الأمور هذي في هذه الانتخابات ديال 23 يوليوز سنعرفوا باقي التفاصيل عن هذا الأمر هذا وخرجات الداخلية الفرنسية باش نفي ولا تعلن النفي ديال أن وفاة الإطفائي أثناء تأدية عمله لا علاقة لها باشتباكات الضواحي بفرنسا لأن الأحزاب اليمينية باو يركبوا على هاد الموضوع هذا في خبر آخر سنتحدثوا على مركز أو لا ما يسمى بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية لدار واحد القراءة مهمة جدا واللي من خلالها وصف أن المغرب بغا ينهي مع الاستعمار تماما مع الاستعمار الفرنسي من خلال واحد القرار لإخداه الملك محمد ساي سنعرف باقي التفاصيل على هذا الأمر هذا أخيرا متابعين الكرام سنختموا الفيديو ديالنا بالفساد بالفساد في المملكة المغربية وهنا سننهضروا تحديدا على كلمة الحق التي تجروا بها بعض المفسدين في المملكة المغربية والذي رأهم يواجهوا حاليا القضاء المغربي اللي باعوا وشيروا فيه هذه هما الأخبار ديالنا اليوم بتاعوا على بركة الله متابعين الكرام بأول خبر صراحة الأمور متشبكة بزاف وكل المؤشرات تدينا النفس الطريق فاش بدينا كنفكروا في هذا الموضوع هذا من بعد ماشتصريح ديال يعني المستشار الألماني أولاف شولتس وقال نتابع بقلق بالغ ما يحدث بفرنسا ونتمنى أن يتحسن الوضع ديس كنركز فلقيت أن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان غادي في سفر لألمانيا واللقاء ما بين إيمانويل ماكرون وما بين أولاف شولتس مهم جدا الاتحاد الأوروبي السمرار الاتحاد الأوروبي لعدم تفكك الاتحاد الأوروبي هنا ديس كنفكر شكو اللي عنده الرغبة أنه يخلق الهلع داخل الاتحاد الأوروبي وشكو اللي عنده رغبة مبيتة منذ مدة لتفكيك الاتحاد الأوروبي بديس كنفكر نفكر نفكر ما لقيتش من غير روسيا روسيا هي أول من يدايقه الاتحاد الأوروبي فبديس كنفكر وكان شوفها تشيادة اللي واقع في فرنسا شكو الموراه شكو الموراه لقيت موراه الجزائر ولقيت خبرك يقول أن إعلاميون ونشطاء جزائريون يحثون جاليتهم بفرنسا على مواصلة النهب والتخريب الأمر اللي من أجله يعني رئيس فرنسي لغاء زيارة دياله لألمانيا فهذه اللحظة هذه هاد شيء اللي وقع فرنسا فات الحدود وفات الاحتجاج وفات المطالبة بالحق ووصل حتى التخريب ووصل لمحاولة القتل ووصل لعدة أمور ووصلوا يعني العمدة ديال أكتر من المنطقة أنهم يكونوا مهددون بالقتل فهذا الشيء هذا فات الحدود دياله شكون وراه هذا الشيء هذا طبيعة الحال من يمكننا أن نقلبه لقينا أن مخابرات عبلة مخبعة في هذا الأمر هذا وهي اللي كتحركت الأمور هذه رجعنا نشوفو شنو قع في الأوينة الأخيرة شنو لقينا لقينا أن جزائر درت رجعات للماضي ورجعات تخرب في الماضي وفي الاستعمار وردات واحد المقطع من النشيد الوطني ديالها اللي كانت تحذف سابقا واللي كيقول يا فرنسا جاء وقت الحساب هنا بدنا كنفهمو أشيء وقع كذلك لقينا الجزائر تحطي الدهار رسميا أمام المنتظم الدولي في الدرسيا ضد الغرب وقد عمل حرب ديال روسيا ضد الغرب اللي كان في أوكرانيا فما معناش يعني معناش علش نفكره كتر قنظن أن كذلك الاتحاد الأوروبي فهم والعواقب غت تكون وخيمة بالآوينة الأخيرة الاتحاد الأوروبي ما غديش يسمح بهذا الفوضى اللي وقعت فالمستشار الألماني أولف شولز عرب أمس الأحد عن قلقه لاستمرار أعمال شغب في المدن الفرنسية والتي أدت إلى إلغاء زيارة دولة للرئيس إمانويل ماكرون إلى ألمانيا هذه زيارة دولة اللي كانت مبرزة روسيا وما بغتها اشتم فانا شنودي نفهم أنا نفهم أن روسيا بدأت تستعمل الجزائر وكتستعمل المخابرات الجزائرية داخل الاتحاد الأوروبي هو دول أمر اللي خاص الاتحاد الأوروبي ككل يستفيق عليه وكذلك نقول الجالية المغربية المقيمة في الخارج ردوا بلكم ردوا بلكم وما تمشيوش في الأمر اللي مخدوم من مخابرات عبلة غيرا ماكرهوش يشوهو السمعة دي المغربة في أوروبا كاملة وقال شولز في مقابلة مع قناة ERD التلفزيونية العامة بالتأكيد نتابع بقلق ما يحصل في فرنسا مضيفا لدي أمل كبير وأنا مقتنع تماما بأن باريس دولة فرنسية ستجد سبل لضمان تحسن الوضع سريعا أعتذر أن رئيس دولة فرنسية سيجد سبل لضمان تحسن الوضع سريعا وقال مقررا أن يبدأ ماكرون الأحد وكان أعتذر مقررا أن يبدأ ماكرون الأحد زيارة دولة لألمانيا تهدف إلى منح العلاقة بين البلدين زخما جديدا وخصوصا أن ثمت تباينات بينهما حول ملفات عدة في مجال الدفاع والطاقة وكذلك بالنسبة للانضباط المالي في أوروبا لكنه أرجعها بسبب الإضطرابات التي تشهدها فرنسا تحديدا هذا المقطع الذي قرأت عليكم متابعين الكرام هو الذي نفكر ما الذي لديه الرغبة أن هذا ما يتمش أن الخلاف العميق ما بين ألمانيا وفرنسا ما يتمش جوج ديال الدول فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي التي تقدر تبكي الاتحاد الأوروبي كما تدر ألمانيا وكما تدر على فرنسا إذا بقى هذا الخلاف ما بين الدولتين فالاتحاد الأوروبي مهدد ما يكون من صالح هذا كامل قابعة الحال هي روسيا روسيا ما كرهت تضرب العمق العلاقات ما بين ألمانيا وما بين فرنسا وكان من المقرر أن ماكرون سيمش يوم الأحد في زيارة الدولة لألمانيا تهدف إلى منع العلاقات بين البلدين زخما جديدا فتحديدا في هذا التاريخ هذا وقع سعار داخل فرنسا من طرف من من طرف الجالية الجزائرية في فرنسا طبيعة الحال نحن ضد كل ما وقع يعني من اعتداء الشرطي على الشاب نحن ضده تماما وكان رفضه التصرف هذا لكن ما يمكنش هذه الاحتجاجات توصل للنهب للسرقة الاعتداء على الممتلكات لتشويه الصورة ديال المسلمين والعرب في أوروبا ككل وبطبيعة الحال هنا مباشرة يعني أمس يعني الرئيس الفرنسي دالوا واحد الاجتماع طارئ واللي صدر من خلاله تعليمات عاجلة بشأن هذه الاحتجاجات فأصدر الرئيس فرنسي امرويل ماكرون تعليمات للبدء بعمل متأني وطويل الآمد طويل الآمد سمعوا مزيان هنا تعليمات اللي اعطى ما تقتصرش على هذه اليومين هذه اللي فاتت لا تعليمات اللي اعطى الرئيس فرنسي عندها بعد آخر هو أننا نريد فهم ما يقع سي ماكرون ما خصك بزر الاجتهاد لكي تفهم الأمور واضحة أمامك ومعروف شكون وراء هذا الشي هذا وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا في إشارة للإضطرابات الحالية الجارية وما يمكن أن يتسبب من اندلاع أحداث مماثلة وجاءت تعليمات ماكرون إلى أعضاء الحكومة الفرنسية مساء يوم الأحد في قصر الإليزي خلال اجتماع بمقر العمليات بهدف التغلب على أعمال الشغب والتعرف على أسباب الإضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ 27 يونيو المنصري وذكرت قناة بفم تيفي التلفزيونية أن اللقاء لم يكن مقررا مسبقا على جدول الأعمال الرئيس الفرنسي مبينة أن الأخير كلف وزير الداخلية جيرالد درامانين ووزير العدل إيريك دوبون موريتي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الإضطرابات التي تشهدها البلاد ونقلت القناة التلفزيونية عن ماكرون قوله أن الحكومة ستكون إلى جانب الشرطة وعناصر الدارق وأن وزير الداخلية والعدل بذل قصار جهدهما وقام بكل ما هو ضروري لسعادة النظام وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس فرنسي إمانويل ماكرون سيلتقي مع رؤساء البلديات المتضررة من أعمال الشغب يوم الرابع من شهر يوليوز الجالي بعدما اشتعلت البلاد على إثر مقتل صبي يبلغ من العمر 17 العام برصاص شرطي بسبب عدم الامتثال لأوامر الشرطة خلال عمليات مراقبة مرورية بعد الحال هاتشي اللي وقع كذلك عنده تدعيات على الجالية المسلمة في الدول الأوروبية والأحزاب اليمينية ما تأخرتش سواء في فرنسا أو لا في باقي الدول الأوروبية وحيث بفوكس الإسباني سرعان ما صارع للركوب على الأمواج تحديدا لأن هذه فرصته لأن الانتخابات في إسبانيا اقتربت الانتخابات الرئاسية في إسبانيا اقتربت يوم 23 يوليو وخرج الممثل أو الزعيم ديالهم في منطقة كتالونيا خرج في تصريح إعلامي كيتحدث على مواقع وقال بأن مواقعه في فرنسا هو ما سيقع في إسبانيا في السنوات المقبلة هاتشي باشي خلع الإسبان كيف ما اعتاد هذا الحزب هذا أنه يخلق الظعر في المواطنين باش يصوتوا عليه باش يجيب الأصوات ديالهم بأي شكل من الأشكال وخرج وعليش اختار حيث فوكس اختار بالضبط منطقة كتالونيا أنها أكبر منطقة كتبت فيها جالية عربية مسلمة في إسبانيا اختار منطقة كتالونية واختار الممتل في منطقة كتالونية لكي يبعط هذه الرسالة كذلك في فرنسا الأحزاب اليمينية قدتها وجبة فرصة إيريك زيمور مارين لوبين كل هما تزعماء اليمين المتطرف داخل فرنسا لقوها فرصة يركبوا على الأمواج وممشو على نفس الطريقة التي تتبعي عليها الأحزاب اليمينية في دول الأوروبية لدرجة أنهم خرجوا كذبة لخرجات وزار الداخلية الفرنسية أنها تنفيها فالخارجية أو أعتدر الداخلية الفرنسية خرجات بسرعة تنفي أو تعلم أن وفاة الإطفاء أثناء تأذية عمله لا علاقة لها باشتباكات ضواحي في فرنسا لأن هناك خلفيات أخرى وهناك كراهية تحرك ضد المهاجرين في فرنسا وفي باقي الدول الأوروبية للأسأل كذلك إيران إيران منساتش الضروس اللي أعطتها فرنسا وخرجت تتعلق على الأمر وطالبات رسميا فرنسا بحسن معاملة المتظاهرين وردت صفعة صفعتين لفرنسا فهنا أنا نفهم أن الوضع مخدوم ومخدوم مزيان من الحلفاء ديالروسيا ومن تحديدا من مخابرات عبلة اللي كتخدم المصالح الروسية في المنطقة لا أقل ولا أكثر ونقوله السيمان والماكرون لا تحتاج تفكر لا تحتاج تخمم أراه الأمر مخدوم لأنك خدمتي بغاباء خدمتي بغاباء كبير وقدرتي الثقة ديالك في واحد النظام عسكري لغدرك في هذه اللحظة هذه واللي يشتغل في الخفاء مع روسيا لتفكيك الاتحاد الأوروبي كما تسمعون متابعين الكيرا موخي الكلمة هي كبيرة على النظام العسكري الجزائري كبيرة عليه بزاف وما غادش يقدر يوصل لها لكن هناك محاولة وهذه بين المحاولات اللي كتبان واضحة بشكل واضح أما في الخبر الموالي هذين تحدثوا على ما قام به الملك محمد السادس واللي طبيعة الحال المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أعطاه واحد شرح مميز مميز تحديدا في هذه اللحظات الأخيرة اللي رحنا نعيشوها الجزائر متعلقة بالماضي ومتعلقة بالاستعمار الفرنسي ومعاتبة الفرنسيين ومتعلقة بسنة 1963 وحرب الرمال وراجع على الماضي فالمغرب كيدير عكس ذلك وهنا يعني صراحة القرار ديال الملك محمد السادس من خلال بلاغ اللي نشره يعني ناطق باسم القصر الملكي هو إلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب قد نشوف تحليل لداله هذا المركز هذا المغربي ونعرف شنو هي الأبعاد ديالو بطبيعة الحال في قرار إلغاء خطاب هذه الذكرى رسالة ملكية سامية ترون بتأكيد على أن المغرب والمغاربة قاطبة قد قطعوا بشكل لا رجعت فيه مع رواسي الماضي الاستعمار البغيض ومع عقده المتكلسة في عقول الحالمين بالعودة إلى مراحل البغيضة هنا رسالة واضحة لمن هم حالمون بالعودة لمراحله البغيضة وعرف النعلم بل هو إشارة ملكية ذكية القفز بكبرياء وتعالي على ما يمكن اعتباره مخلفات ريع الذاكرة الذي حولته دول بعينها إلى سجيل تجاري مضاوي رخيص في تدبير علاقاتها مع بعض دول الاستعمار الغاشم وما محتاش نشرح نقول شكونيها الدول هذه كنظن أن متابعين الكرام عندهم من الدكاء ما يكفي بشي فهمه شكونيها الدول أشار البلاغ إلى أن قرار الملك إلغاء خطاب ذكرة ثورة الملك والشعب هو تكريس لمقومات الدولة الحديثة بل المقاييس الرافضة للعيش رهينة محطة تاريخية قد تقيد حركة الدولة باتجاه استشراف المستقبل بكل رهاناته وتحدياته وتضييق الهامش المناورة لتحقيق المبتغى الذي يتطلع إليه جلالة الملك محمد السادس من أجل جعل المملكة المغربية في المصار الصحيح والقويم للتنمية والإصلاح والديمقراطية الحق من خلالها الدولة الاجتماعية بمقوماتها الحديثة الرافعة لمكانة المملكة المغربية بين الأمم يعني هذا القرار هذا وحسب التفسير الذي أعطاه هذا المركز والذي يسمى مركز الأبحاث مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية المغربي كان فهم أن الملك محمد السادس أراد إنهاء العلاقات مع فرنسا وإنهاء الماضي والاستعمار اللي كان عند المغرب مع فرنسا عكس ما تقوم به الجزائر وكل مرة ترجع للماضي والدرجة أنها أردت مقطع يعني اللي تم الحذف دياله سابقا في النشيد الوطني كنظن أن الرسالة واضحة ومفهومة وندوزوا الخبر الأخير متابعين الكرام بشنختموا الفيديو ديالنا أنا قد ندروا على الفساد على من يتاجرون بكلمة ارتبطت باسم الله عز وجل وهي الحق من يتاجرون بكلمة الحق اللي هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى عز وجل فالله سبحانه وتعالى كيف يفضح هذا النوع ديال البشر اللي هما بسببهم المواطن المغربي كيعاني الأمرين ماذا قد ندروا بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الخبيج هو يواجه العدالة اللي تاجر فيها هو والزبانية دياله تحقيق معاقودات ومحامين وموظفين وصماصرة في قضية المتاجرة في الأحكام القضائية بتطوان ينتظر أن يمثل أن يمثل مستهل هذا الأسبوع الجاري كل من له علاقة بملف المتاجرة بالأحكام التي فجرتها زوجة قاضي بتطوان على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بيتطوان وذكر جريدة الأحداث المغربية أن نقيب المحامين بيتطوان قد توصل باستدعاء من طرف الوكيل العام يحمل أسماء مجموعة محامين تم الاستماع إليهم سابقا في نفس الموضوع حيث سيتم الاستماع لهم وفق الإجراءات المعمول بها من طرف الوكيل العام ويرتقى بحسب مصادر ذات الجريدة أن يتم الاستماع كذلك للقاضي المعني بالأمر وآخرين ممن كانوا ضمن نفس الهيئة التي حاكمت في القضايا المشتبه فيها والمذكورة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستنادا لنفس المصدر فقد تم الاستماع لبوسط ذكرت أسماؤهم في نفس القضية يمارسون مهامهم مهام أخرى من طرف الشرطة القضائية بناء على تعليمات نيابية وكذلك بتفويد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكلفة بالبحث في هذه القضية يذكر بأن زوجة قاضي بتطوان قد قدمت سجيلات لزوجها يحكي فيها تفاصيل تلاعبات في قضايا أحكام ويذكر أسماء محامين ووسطاء من مهن مختلفة لهم علاقة في القضية التي تفجرت في محاكم تطوان فالليك يلعب باسم الحق باسم من أسماء الله الحسنة الله سبحانه وتعالى المصير ديالو هو هذا ولكن كنت سأله على شحال من قاضي من هاد النوع كيتواجد في المملكة المغربية وفقاش هاد الناس هادو غير يختموه بضمير احنا ما كان نبخصوش العمل دي القضاة في المملكة بالعكس كي الناس شرفاء بطبيعة الحال لكن بحال هاد النوع ديال البشر كنتستغرب واش منين كي يرجعوا للنوم في الليل واش كي غمضوا الأعيون ديالهم واش هذا مش شي سبب كافي باش تبقى هاد البلاد اللور مجرد سؤال تحياتي لكم متابعين الكرام ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخر وموضوع اخر تكونوا دائما في احسن الاحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم